بحضور ممثلين عن حوالي 40 جمعية نشطة في حماية حقوق المرأة والعمل المناخي عقد اجتماع بطنجة على هامش أشغال الدورة الثالثة لقمة المناخ المتوسطية ميدكوب لبحث تفعيل شبكة النساء المتوسطيات في مواجهة تغير المناخ اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على الحاجة إلى وضع تدابير مشتركة يمكن أن تعمل على تقريب الجمعيات النشطة في حقوق المرأة وكذا التأكيد على أهمية تطوير أليات ووسائل لتعزيز الوصول إلى التمويل أعتقد أن المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية ضرورية لتحقيق عمل مناخي مستدام يسمح بتخفيف من آثار تغير المناخ من الضرورية أيضا توحيد جهود الجمعيات من أجل ترسيخ القيادة النسائية وتمكن المرأة من الوصول بشكل أفضل إلى مناصب صنع القرار والولوج إلى الموارد الطبيعية والمالية لا سيما وأن المغرب ماليء بالكفاءة النسائية القادرة على النهوض بقضية النوع الاجتماعي وصلتها بتغير المناخ المتدخلون في الاجتماع أشاروا إلى أن توحيد المبادرات في مجال تعزيز حقوق المرأة يمكن أن يشكل قوة ضغط وقوة اقتراحية لتطوير حلول التكيف والمرونة مبرزين أهمية تعزيز آليات التمويل وجمع الأموال لتطوير البرامج والمشاريع القادرة على تعزيز عمل المرأة في مكافحة تغير المناخ ترجمة نانسي قنقر